حيث قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري لليوم قال إن سفينة تعرضت لأضرار بعد استهدافها بثلاثة صواريخ على بعد 54 ميل بحر جنوب غرب الحديدة وأضافت أن السفينة تعرضت لأضرار بقسم التخزين البضائع وأن هناك تسربا للمياه كاشفة أن نداء الاستغاثة الصادر عن السفينة أشار إلى أنها بدأت تميل على أحد جانبيها قبل أن تعلن الهيئة البريطانية في وقت لاحق أن تقم السفينة بخير وأنها تواصل الإبحار إلى أقرب مينة انخفض عدد سفن الحاويات التي تمر عبر البحر الأحمر هذا العام بسبب هجمات الحوثيين بنسبة 90% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ونسبت صحيفة فينانشل تايمز إلى الرئيس التنفيذي لأحدى شركات النقل البحر الرائدة في العالم قوله إن إعادة توجيه السفن إلى أسيا حول رأس الرجاء الصالح ستستمر ومن الصعب للغاية تخيل متى سيتغير هذا وتشير الصحيفة إلى أن مرور السفن التجارية حول رأس الرجاء الصالح بزيادة تصل إلى 20 يوم أدى إلى زيادة في استهلاك الوقود وتكلفة التأمين وبحسب الصحيفة تنشأ أكبر المشاكل لشركات التي تحاول نقل المواد الغذائية وغيرها من المنتجات القابلة للتلف ومع استمرار التهديدات للملاحة أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إرسال مدمرة جديدة لحماية طرق الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن السفينة الحربية التابعة للبحرية الملكية انطلقت من إلى البحر الأحمر وأضافت أن المدمرة من طراز 45 ستحل محل شقيقتها HMS Diamond التي كانت تحمي الممرات الملاحية في البحر الأحمر وأضحت أن السفينة تعد بديلا مثاليا لدايمون حيث أنها مسلحة بنفس نظام صواريخ ومجهزة بنفس أنظمة الرادار القادرة على اكتشاف التهديدات البعيدة بدقة مؤكدة أن انتشارها في البحر الأحمر سيعزز حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وسلام